سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أخواتي تكونوا بي خير وعلى خير أتلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله كيفما كتوفوا اليوم فيديو جديد على القناة تنتم من هذا الفيديو يعجبكم وتكملوا حتى الأخير إليك أنت أول مرة أختي تشوفي هذا القناة ما تنسيش تشاركي في القناة وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد إلى عجباتك طبعا وما تنسينيش أختي من ذلك الفصيمة فضلا وليس أمرا وما تنسونيش من التعليق ديالكم زوينة كيف العادة كيفما وعدتكم اليوم غدي نشارك معاكم التوم المجفف وغدي نشارك معاكم المعجون ديال التوم مرة أخرى بنسبة لبنات الجدادات وغدي نشارك معاكم توابيل خاصة بالشيواء ونقدرون أن نخدموها حتى مع الكفتة خليكم معايا إن شاء الله هذا الفيديو وإنال الإعجاب ديالكم وتكملوا حتى الأخير كيفما كتشوفو بالنسبة لتوم فشاركت معاكم البارح كنت رطبتها وخليتها تقريبا العشية كام لو هي مرتابة في الماء باش هكا جليدة ديالها ترطب وضغية تحيد المهم بقيت الصراحة ما كتفصخش باش ما نكذبوش ما كتفصخش كنت تترطب لها ديالك الجليدة كنت حاول أنني نحيد لها كالجليدة غير بيدي نطب وليال يدين استعنت بالموس مهم حتى نقيتها كاملة وحطيتها كافة تشبيكة وخليتها تقطرتها لهاد النهار في الصباح إلا بغيتوا تخدموا في نفس النهار غير حاولوا أنكم تمسحوا شوية ديالك التومة مهم قسم داك التومة تقريبا على جوج وحدة كيف مشتو نص ديالك الكيمية حيث كان عندي كيلو نقصت منه شوية شي حبات لخليتهم هكا تطريين ما غدش يعني خليتهم هكا بقشيرة ديالهم غد بقى نستخدمهم وهنا يا البنات كيف ما قلت لكم بالنسبة للدك التومة خليتها تتقطرات يعني من البارح وقدرت هفلها شوار هاشيتها شي شوية ترت معها شوية ديال السميدة نحاولوا أننا نهاشيوها بنفس القد يعني يا إما تكون كبيرة كاملة يا إما تكون صغيرة كاملة باش منين بغوا نحمرها تتحمر نطقة واحدة إلا كانت عندنا صغيرة وكبيرة فأكيد أنها غدي تتحمر ديالك الصغيرة والكبيرة كتبقى يعني إما تكون كبيرة إما تكون صغيرة باش ما تعدبناش وقدرت ما هكي ماشيتو شوية ديال السميدة تقريبا واحد ربعا ديال المعالق باش السميدة كتتشرب ديك المادية لها منين كان نهاشيوها ركات رخي واحد ديال ما وديك السميدة هي اللي كتتخل يعني كتتشرب هذك المادية ديال التومة وحتفش كنحمروها كيف ما كتشفو كنديروها في واحد المقلالي تكون تقيلة العافية تكون مهيلة مع تحريك المستمر كل ما يعني بدتها تدبال ديك التومة وكترخي داك الماء في ديك السميدة هي اللي كتتشرب داك الماء حتى كتتنشف مزيان مزيان وكتتحمر السميدة هي اللولة عادة كتتتحمر التومة مهم خليكم معايا الطريقة سهلة تدريها في نهارها يعني ما تسني على التومة انها تبقى تنشف بالنسبة لهديك اللي كننشفو في الفران او لكننشفوها كي في الشمس فكتتاخذ واحد المدة اللي طويلة صافي البناس هنا كيف ما كتتفورها بدات كتتسخن ما نرصوش من تحريك حي ديك السميدة كتلسق مع ديك المالي كترخيلنا التومة فكتلسق في المقلة إلا خليناها ما حركنهاش را غادي تتحرق يعني غادي تتحرق السميدة والتومة ما غاديش تتيبس صافي كان مقاوا نحركوا على هاتي الشكل هذا را كتاخذنا الوقت ماشي دغية دغية كتوجد بالأخص إلا كانت هكا كيميا كبيرة فهدي را تقريبا نسكيلو فراخدات لي الوقت وانا كنحركها غير حتى كنت تنقطع هكا التصوير مرة كنصوير للكم مرة كنوقف حتى وصلات يعني للتحمار اللي خاص هات تحمر هنا يا را بدات تتنشف ولاحظوا أن المقلة كيف ما قدت لكم را سميدة كتبقى تلسق فيها قبل ما تنشف منين كتنشف مزيان سميدة ما كتبقاش تلسق سافي كان مشو بها الطريقة هادي حتى كتتتحمر لنا ديك التومة وكتاخدنا اللون الدهابي كف ما سبق لي وقت لكم يا إما قطعتوا ما تكون هكا كببرة كاملة يا إما لها شيتوها تكون بنفس بنفس هكا القد باش كتتتحمر طقا وحدا سافي البنات هنا را بدت كتتتحمر كف ما شيتو مرة مرة كنقطع لكم تصوير المهمة البنات واخا كتاخد الوقت را كتت هنا ومشي حاجة بسميتها بودرة التوم أو لا التوم اللي كيكون هكا يا مجفف كنا عارفو كيتباع هكا يا غالي غير شوية كيتباع بالتامن هنا يا را تقريبا هاد نص كيلو را ما تقريبا سبعة دراهم باش باش غادي يكون سبعة دراهم ولا سبعة دراهم ونص حيث يعني خليت واحد شوية كركوبة ديال ديال التوما ذاك شي علي شغلت سبعة دراهم اه وانا شريت هاد الكيلو ديال التوما شريته بخمستاش لدرهم كامل يعني النص غادي نديرو معجون ونص درتو هكا يا اه توم مجفف وخليت شي حبتها كصاينين صافي كيف ما كانت توفو البنات را بدات كتتتحمر انا را غادي نزيد نخليها شي شوية ديت تحمر ذاك شي عشت حرقات ليا ذاك سميدة حيث بقاو لي شي حبات اللي كبيرين فتحمرات ذاك اللي يعني ذاك ذاك الحبات اللي رقاقين را تتحمروا ولكن ذاك اللي بقاو هاكا غلادين شي شوية ما تتحمروش ضغية صافي من بعد ما كتتتحمر لكم هاد هاد التوما وكتاخد اللون الدهابي فكنجيبوها كي واحد الغربة او اللي شي صفاية اللي تكون رقيقة اللي غا تطيح لنا غير سميدة صافي وكن غربلوها اه بالنسبة الفيديوات البنات را غادي نبقى نحط لكم فيديو مع ثلاثة هاد النهار البال عد لكم ها نحط لكم مع ثلاثة وهاد النهار فما كانش عندي شي فيديو هاد الفيديو عاد كان ديلي داب المونتاج را تقريبا تكون دابار ربعة لاروب غادي نحط لكم فوق تش مخرج غادي نحط لكم ولكن ابتداء ان شاء الله من غدا غادي نحط لكم فيديوهات مع ثلاثة هاد النهار غادي نحط لاثة ثمانية وناص ولتسعود وللعشرة فありがとうございました المهم가еть نقول ل meinen ابنت كلين اهieder Who المهمالبنات صفقة هادي ، هاد التوما بودرة غادي نحطيها هناية مهم مانا ما غادي نحطي ودتها بودرة غادي نخليها هكايا غير مهار مشا سوف نشارك معكم اللي كنا عندي بودرة صيبتها من العام ليفات ردت لي العام كامل درت نسكيله ودت لي العام كامل تتبقى زوينة ما كتبرد ما كيوقع لاتاشي حاجة هنا دوسة فضربوا هذا فكي هرمش لي الحاجة بنفس القياس وصفي البنات فبهالطريقة هذي سوف نجمعها في واحد القريعة وهناك نوريكم هذيك اللي صيبت العام ليفات يعني تقدروا إلا بغيتوا تديروها بودرة طحنوها مزيان وإلا بغيتوا تديرو تخليوها كمهرمشة خليوها مهرمشة اللي بغيتوا صاف هنا هذة ديال هذي العام هذي غادي نخليها شوية مهرمشة كيف ما كتشوفوا فهات الشكل هذا وغادي ندرها في قريعة وبالنسبة لهذي اللي عندي بودرة غادي نوريها لكم حتى هي فهذي ردرتها من العام ليفات كنت تقدت نسكيله وبقاعة اللي بقيت نستعمل منها كانت تعديد تقريعة عامرة والصراحة ما وقع لها حتى شي حاجة كيف ما كتشوفوا فهد التوم المجفف فناجح مية في المية وسريع بالنسبة لأنكم تصوفوا في النهار واحد راهو سريع حسن ما أنكم تحطوها كالتومة وجبقة الدبال خاصة بزاف عاد باش غادي توجد من الأحسن أننا وجدوها كيف المقلة بالنسبة للمقلة اللي بنات تكون تقيلة ما تحاولوش تجاهدو وتديروها تومة هذي في الكوكوت حيث الكوكوت كتكون غارقة يعني الوجه ديالك غادي يكون كيطلع على ذيك الكوكوت وفي الأول فاش تكون كتسخنة فرا كتطلع ذيك الريحة ديال التومة كتسخنق بالنسبة للبنات اللي كتجيهم الرائحة ديال التومة بجهدها يقدروا يديروها كشي كمامة ولا شي ماسكة على وجههم حتى أي كتبقى تنشف صفيتات بقتار من هذيك الريحة في الأول فاش تكون خضرة فرا كتتعطي واحد رائحة قاسحة يعني كتبقى تعطي ذاك الدخان ديالها وكتبال لكم في حالة كتتعجن ما تخافوش منها غي ما ترصوش من التحريك حتى كتنشف ديك السميدة وتنشف لنا التومة وكام تحصلوا على التومة اللي كتهنينا كتحاول على الجيب مواما بناترا الاقتصاد ما شي ساهل اللي بغي يقتصد فضروري خاصة يخدم شوية صافي هنا يا النص اللي بقى ليا ديال التومة خديته راني شاركت معكم هالطريقة ديال معجون التومة مرارا وتكرارا غير عاودته مادم انا غدين صاوبو بالنسبة اللي بنات داخلين جداد مهم هنا يا درت شوية ديال المرحة مع ديك التومة ودرت شوية ديال الزيت وها شيت ديك ديك التومة مزيان استختمت ديك الموس اللي مش الكيهر مش اللي كيبتحن اللي في غي موس واحد اللي تحت ومن بعد هبطت شوية ديك التومة من الجناب ودرت لها شوية ديال الزيت عاود باش تزيت تتحن مزيان صافي بهذا الشكل هادو وكنديرها فاضل بوطات هادو بالنسبة لها التومة هذي البنات كتتحتافظوا بها في المجمد ريما كتتقصاح كتتكون دير بحل الجيل بحل مثلا ذاك المركز المركزة اللي كانديروا ديال فواكيه فش كتبغيت تهزي من نهارها كتكون قريبة لكتلاجا كتبغيت قريعة تهزي منها اللي بغيتي وتعادي ترضيها تقدرو تغطيوها بشوية ديال الزيت الى بغيتو ما بغيتوش صافي غير تحسى في ضباف حالها كايا وشي قريعة ديال الجج ويكونوا كيتسدو صافي البنات وكيكون المعجون ديال التومة واجد خليكم معايا غادي نشارك معاكم التوابل ديال المشاوي واحد التوابل اللي كي يجيو زوينين زوينين بزاف نتمنى ان شاء الله هنا للاعجاب ديالكم الى وصلتوا حتى الهنايا فما تنسوش تشاركو في القناة وتفعلو الجرس وما تنسيني شخصي من ديك جيم فضلا وليس امرا مهم البنات هذا هو المعجون ديال التوم اللي صراحة را كي يجيزوين بالنسبة للبنات اللي كي يقولوا منين كنديروا التومة في هدف المجمد كتسمم فرا ما كتسمم ما كيوقع لاته شي حاجة فالهضرة ديال البنات دمية اللي كتسمم اما التومة را ما كتوقع لاته شي حاجة فانا ميرا ران واتكرا ران تنديرها وكتسال اليوم نعود نديرها هنا غدنا نشارك معكم البنات التوابل اللي غدين ندير في هدف العطرية ديال المشاوي غدين نحتاج هكا واحد كميشة ديال الورد الورد البلدي غدين نحتاج القرفة قرفة عواد غدين نحتاجوا الكامون بالنسبة للقرفة عواد غير شي شوية وصافية مش بزاف هكا يتلك انتم تحون عندكم واحد المعلقة بالنسبة للكامون فادرت الكامون البلدي در تقريبا واحد ثلاثة مع القولة عندي هنا القرنفل عندي تقريبا واحد 14 الحبة وعندي واحد القوزة ما ربقى فيها غير واحد شوية غدين نستعمله يلا ما بتوش نديروا القوزة ما تديروهاش وغدين نحتاج هنا هاد الينسون نجمي او لا كيف ما كان سميه احنا في المغرب باديانة هنا عندي عندي ثلاثة الوحيدة مهرسين يعني تقدروه إلا كانوا عندكم صينين غي جويجات وعندي هنا يا الهيل حبات الهيل عندي تقريبا واحد 15 الحبة وعندي القصبور يابس بالنسبة للقصبور يابس فنقدرو نديروا واحد ربعا ديال المعالقة تقريبا والخمسة وعندي واحد المعالقة ديال الهريسة بالنسبة الهريسة إلا كيعجبكم الحرار ديروها ما كيعجبكم مش ما تديروهاش تقدرو تزيدو شوية ديال قعقلة وهكا واحد جوج عويدات من قعقلة صافية البنات وكنجمعو هاتشي هذا كامل وكنطحنوه كيعطينا واحد العطرية خاطيرة خاطيرة جدا زوينة بزاف بالنسبة للمشاوي تقدرو تديروها الكاباب تقدرو تديروها اي حاجة يعني كتشويوها على الفحم فتقدرو تديرو فيها هاد العطرية هادي كتجي زوينة زوينة بزاف ومني كتديروها على يديكم في الضار فأكيد انها كتكون زوينة بزاف حسن ما انكم تشروها من الزنقة ما كتعرفوش وشنو ديرين فيها وراعطاتني ما شاء الله خير الله يعني غير شوية شوية من الحاجة راعطاتني خير الله غير شوية غير شوية شوية وكيفاش كتجي ما كرهتكم شا البنات كون كاملين بكم تشمو هاد العطرية هادي مني غا تطحن كيفاش كتكون فكتعطي واحد من الزوينة زوينة 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 بزاف مويمة البنات اي لعجباتكم قدوها هاد الشيس قريبا را كاملو كيكون في الدار اي مثلا كيني شي حويج لي ما كيكونوش يعني ما كيكونوش دائما في حال هادك القرونفيل هادك الشي راها غير جوج درهم او لثلاثة درهم من عند العطار غادي تزيدوهم على هادك الشي اللي عندكم على الكامون وعلى قصبور يابس وعلى هادك الشي كامل اللي عندكم حتى هادك الشي مطحون تجمعوه مع بعضياته وتزيدو عليه هادك تزيدو عليه الهيل وتزيدو عليه هادك الينسو النجمي او البديانة كيف ما كان سميوها احنا احنا في المغرب المهمة البنات كنت اعطيوا واحد العطرية اللي زوينة بزاف اه جربوها اردو عليها فكتجي خطيرة اه بالنسبة بالنسبة للمروزية فانا ما كانستعملهاش بزاف اخديت غير خمسة درهم اخديتها مقادة يعني مطحونة كل شي حيث ما ديش يعطيني هكيا ما مطحوناش خمسة درهم ونجيبها نطحنها الراسي فاخديتها اه مطحونة يعني ما فيهاش بزاف غير شي شوية وصافيرة انا شاركتها معكم في الفيديو السابق وكنت ما ذكرتهاش غير كتبتها وصافي صافي البنات وهدي هي العطرية دي المشاوي فالصراحة را كتجي البنات زوينا زوينا بزاف وخلنا نشكرها حتى نعيه فما ديش نوفيها حقها وفش كتصيبها في الضار فكتكون رائحة دي لها من جهدة وكتكونوا عارفينش ندرتو فيها وكتكونوا منقين اي حاجة منقية اللي كتتغسل كتتغسل وقول لي كتتنقارة كتتنقيوها ماشي في حل عند العطار فاكيد ان ذاك الشي كيتتتحن بكل شي بالعواد بالحجر بكل شي ما غدي شي هما يبقى ويعدبوا رازهم بشي ينقي وراك يحطوا ذاك الشي بالحجر دياله وكل شي لي صافي البنات بهالطريقة هذي صافي وقلت قديت هاد العطرية قديتها ندوز نطحن هاد الابزار كنت خديت شوية دي الابزار للكحل قلت تهو نطحنو ما نخليش وغدي نطحن شوية دي القهوة هيا يعني جبت هاد الالة هذي اللي صار حكا تعاون بالنسبة للبنات اللي خافوا منها اكيد راه ما قدروا يشريوها وبالنسبة للبنات اللي زعموا عليها فاكيد انها تنفع بالاخص لو كانت يديك بوحدك فرا غادي تنفعك المهم راني قدرت واحد الفيديو عليها قبل ما الرمضان ولقى استحسان بزاف دي الناس شاطروني الرأي بان هاد الالة هادي ما كاناش في هاد دوريجين ولي ماشي دوريجين فكل شي ديال الشينوا هاد الالة بلا ما نكتبوه على بعضياتنا كلهم ديال الشينوا ما كاناش شي وحده ديال ألمانيا ولا ديال الشيدة والاخرى فكلهم الشينوا هي اللي مصايبهم صافي لبنات هنا كيف ما كتشوفو فالبزار كتتحنو مزيان مزيان كتعاون ما نكتبوهش على الله فكتعاون إلا كانت يديك بوحديتك وكنت قادرة أنك يعني تحاولي عليها وترضي بلك منها حيث ريت تحني وتحدي البريز وتمسحيها وتجمعيها ما تخليهاش قدام دريري الصغر فاخوديها راها كتنفع بزاف بزاف بالنسبة للعطية بالنسبة للعقدة ديال اللوز اعملوا أي حاجة بغيتها تطحن مزيان فهد الألة راها تقوم مزيان مزيان المهم بالنسبة للسددة ديالها كيف ما قلت لكم يعني في الفيديو اللي اللي هنا بان لي فيه بزاف ديال حويج ما يعجبونيش فيها فقالوا لي البنات ما تقيش تسديها ما تقيش تنسدها ولا لاحظوا فاش كنت تنطحن فهد الكروة طاحوا هي بوحديتهم طاحوا ما قلتش نسدها واللي تغيك ندورها فما بقتش معدبة فانا في الول كنت تنحاول انني نسد لها الكروة من التحت وكنت معدبة وكنت معدبة وعرفتوا تبقى سد حل سد حل بزاف حيث كنت معدبة ممكن انكم تطحنوا بلا ما تددوها هنا يدرت شوية ذي القهوة بالنسبة للقهوة نصحوني البنات نهار خديتها قالوا لي نبقى التحني غيب شوية بشوية فاش تسالك على التحني القرى باش ما تبردش ودك الشي اللي كندير كنطحن واحد الكيمية حتى كنت تسالك كنطحن الكيمية الاخرى المهمة البنات بالنسبة الزيتون كنت غادي نشرمله في هاد الفيديو هذا ولكن ما بويتش الفيديو جيكم طويل بزاف غادي نخليه ان شاء الله حتى الفيديو دي الغده ونيت ما عنديش الهريسة غادي ناخدها وغادي نشارك معاكم ان شاء الله طريقة ديالي شرمولة ديال الزيتون نتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم غدا ان شاء الله غادي نشاركوا معاكم ونشارك معاكم المشتريات ديالي الوليداتي من موقع التايمو فراني صورتهم ولكن ما بويتش نزيدهم مع هاد الفيديو باش مايجيش طويل بزاف وان شاء الله اكيد انني غادي ندلكم فيديو هكاية ولجو فيديوهات ديال حالويات اللي غادي ندير وغادي نحاول ندير حالويات الاقتصادية طلبوني البنات على حالويات اقتصادية وغادي ندلكم ان شاء الله حالويات الاقتصادية على قد الجهد وعلا قد الجيب وشي حاجة اللي تكون ان شاء الله زوينة في المتناول وغادي ندير حالويات وغادي نديرها في البواطا ودك شوية الصراحة ديال هاد الالة هادي فكتعاون بزاف يعني كتهبط تتهبط لك ذيك العطرية كاملة وكتعاون في التنظيف حيط العطرية كتكون ناشفة ضغية ضغية تهبطها وكتتمسح مزيان صافي كنكمل منها كنمسحها وكنردها الكارتونة ديالها وكنعلقها بعيدة على الدراري صافي البنات هنا ما بقى لقيلة نقول لكم ورحنا وصلنا للنهاية ديالفيديو نتمنى للفيديو يكون نلعجب ديالكم ونتمنى تكون نتمنى منسيتونيش من جيم الله فيديو وتكونوا شاركتوا في القناة إلا كنتوا أول مرة كتفوا هاد القناة شاركوا القناة محببكم والأصدقاء ديالكم وفي مواقعكم التواصلية ما بقى لإلا نقول لكم دمتم في رعاة الله إلى اللقاء للفيديو جديد إن شاء الله